خلينا نحكي بداية عن أهمية السمك والأوميغا 3 لأنه يمكن إحنا مش كتير الناس متعودة إنه تاكل كميات من السمك مثلا مرتين وثلاثة بالأسبوع فإيش أهميته؟ هلا لأنه كتير في دراسات أشارة تقدي في عنا أهمية هلا بيميز السمك زيت السمك أو الدهون الموجودة بالسمك اللي هي منسميها الأوميغا 3 واللي ما بيعرف الأوميغا 3 أنواع الأنواع الموجودة بالسمك منسميها EPA وDHA هذول نوعين من الأوميغا 3 الموجودة بالأسماك حتى لما نشتري زيت السمك إذا بتطلعوا على المكونات بيكون مكتوب قديش بالضبط EPA وDHA يعني قدي الكميات لما نشوف كلمة EPA أو DHA هذول شو المقصود فيهم هذول عبارة عن نوع من أنواع الأوميغا 3 اللي إلها فوائد غذائية كتير مهمة اللي هي منها تقليل الدهون لحفاظ على صحة القلب نقلل من الترايجليس رايت أو الدهون الثلاثية الضارة نعزز الزاكرة منيح كمان للأشخاص اللي ممكن معرضين للألزهار وأمراض الخرف فمنيح للأطفال لتعزيز كمان النمو الإدراكي عندهم والعقلي ففي كتير أهمية للأوميغا 3 هل النوع الثاني من الأوميغا 3 اللي هو موجود في النباتات برضو إلو فوائد غذائية بس دائما شوي الأنواع الأوميغا 3 من مصدر الأسماك إلها أو نعمل عليها دراسات كتير أكتر على موضوع الآثار الإيجابية اللي حكينا عنها بس اللي ما بياكل سمك بقدر ياخدها من بزور الكتان من بزور الليتشيا من المكسرات هل كتير زادت هاي البزور واستخداماتها أو الوعي باستخدامها لأنه هاي فوائدها الموجودة والمكملات الغذائية الموجودة بالسوق اللي بتكون سالمة ألف ميلي جرام هل هاي مثلا بقدر واحد يعوض مثلا احنا بنعرف انه ما في اشي بعوض الأكل الطبيعي صح صح هلا هدولة جرعات ممكن كتير عم بيستخدمهم الأطباء دائما حتى منشوف احنا بالعيادات يعني زي مكمل علاجي مع علاجات تانية يعني كتير مرات بيجي اشخاص عندهم ارتفاع في الدهون الثلاثية ارتفاع مثلا بدهون الكبد وغيرها فالدكتور كمان ممكن يستخدم هاي المكملات بجرعات معينة بس احنا هون لازم ننتبه انه ما يكون في عشوائية باستخدامها لانه ممكن نوقع بمشاكل صحية او باضرار اذا كان في عدم انتباه للجرعات قدي لازم اخذ او اذا انا بستخدمها من غير ما استشير ممكن عم باخد ادوية عم بتتعارض معها اوكي ممتاز اذا خلينا نبدأ نجاوب الاسئلة رح نبدأ اول سؤال من مريم جبارة مريم عم بتقول يسعد صباح الدكتورة السردين بيغني عن اكل السمك واكمل مرة لازم اتناول الاسماك وحبوب السمك ونقطة حبوب السمك ياخذ يوميا كم حبة اوكي تمام هلا السردين اكيد من الاسماك المفيدة جدا انا كتير بحبه غني بالبروتين غني بالاميغا ثري كمان فيو كالسيوم اكتر من انواع الاسماك التانية ببساطة لانه احنا مناكل العمود الفقري تاع السمك كله فيو كالسيوم وبكون طريفة بتقدر تاكله بين غير اي مشكلة ينصح انه ناكل الاسماك على الاقر مرة لمرتين في الاسبوع بمعدل 120 جرام هلا عادة انا علبة السردين تقريبا وزنها 90 جرام يعني اذا اخذنا علبتين بالنهار هذا بالاسبوع متأسفة هيك بتاخدي احتياجاتك من الاسماك ومنها اخدتي وجبة غنية بالبروتين غنية بفايتامين دي خاصة للستات اللي عندهم هشاشة عظام عندهم مشكلة بالمنتجات الالبان انه ما عم بقدروا ياخدوا كميات كالسيوم كفاية اوكي وعم تسأل هي كمان كانت على الحبوب هلا الحبوب زي ما حكينا احنا بيجي جرعات في الف الفين ثلاثة عادة جرعات الفوق الالف ميلي جرام او واحد جرام هاي شوي منعتبرها جرعات علاجية فهون بدأ ننتبه انه اذا بنا ناخد فوق الالف ميلي جرام او واحد جرام باليوم لازم نكون مستشيرين طبيبنا خاصة اذا انا عم باخد ادوية مع اشياء تانية بس ممكن مرات تعود للاشخاص اللي ما بياخدوا او ما بيحبوا الاسماك تمام وردة حمرة بتقول هل اوميغا ثري بيخفف تجلطات الدم وبيغني عن البيبي اسبرين اوكي هلا لما نعرف انه المكملات ما بتغني على الادوية دائما اذا الطبيب واصف دواء ما نلعب بالادوية وما نغير من عياراتها الا لما نرجع للطبيب مرة تانية بس الاميغا ثري والاسماك احنا دائما كتغزيم نركز اول اشيء قبل ما نروح المكملات شو منقدر بالاكل نزبط اشياء عشان تقدر تستفيدي فكتير الدراسات اشارت انه الاميغا ثري الموجود في الاسماك وتناول اسماك بيقلل الجهون الثلاثية بيقلل من الكوليسترول فاكيد الاشخاص المعرضين لتجلطات القلب لما يدخلوا الاسماك هيك بيحموا حالهم او بيساعدوا جسمهم كمان مع كمان انه نعدل النظام الغذائي يعني ما بكفي بس اكل سماك وباقي الايام اكل جونك فود واشياء مقالية مع بعض كلها لازم كلهم نظبطوا طيب نيجي لسؤالنا ميرا ميرا بتقولك صحيح انه فيتامين دي لازم ناخده مع الاميغا ثري لانه فيتامين دي لحاله ممكن يسبب تجلطات اذا ما كان في مصدر ينقلوا للأعضاء هلا هي المعلومة وصلتها خطأ لا ما في هيك حقي مش هيك مش ضروري مع بعض بس فيتامين دي يمكن انتي اواص للمعلومة غلطة لفايتامين دي يعتبر من الفات سوليو بالفايتامين شو يعني؟ يعني الفيتامينات التي تذوب بالدهون عادة لامتصاص افضل يفضل نتناولها مع وجبة دسمي برضو الناس عم تفهم لما نحكي كلمة دوت وجبة دسمي فمو غلط انه لازم نحط زيت كتير وزبدأ لا لك ليها مع وجبة غدا يعني فيها لحمة فيها شوية زيت انتي طبخة فيها يعني طبخة فهيك احسن لامتصاصه هيك بنقصود بوجبة دسمي لانه هو فات سوليو بالفايتامين اوكي اذا سؤال الثاني من شمس لا هنا ميسون لحظة نرجع لا ميسون بتقولك هل هناك اثار جانبية لازيت السماك ممكن تأثر على انزيمات الكبد اوكي هون برجع بحكي انه مثلا فيه اشخاص كتير بياخدوا مميعات للدم فمرة عارات الجرعات العالية جدا من الاميغا ثري اللي هي زي ما حكينا اكتر من 1 جرام 2 جرام 3 جرام هلو حد اقصى 3 جرام بس هدول الجرعات العالية لازم يكون فيه حدا عم بيساعدنا نشوف اذا بتتناسب او لا مع انزيمات الكبد مش مفروض يكون فيه تعارض بالعكس الاشخاص اللي عندهم مشاكل بدهون الكبد ارتفاع دهون الكبد او فاتي ليفر منركز انه يكون اكلهم فيه قليل بالدهون الضارة ومندخل الدهون المفيدة زي تناول الاسماك بس بالنسبة للجرعات العالية من الاميغا ثري ممكن تتعارض مع بعض الادوية زي مبيعات الدم فانا هون وقتها بدي استشير طبيبي لعشان هيك عم بحكي ما يكون فيه عشوائية يعني احنا مرات منشوف حتى بعيادات التغذية ناس بيجوا بياخدوا مجموعة كبيرة من المكملات ومرات بتكون مكمل نفسه بس باسم تاني او اسم تجاري تاني فانت هون عم بتضاعف كمية المسلا افرد من فيتامين معين بس عشان انت عم تاخد البراند نيم او الاسم التجاري وما عم تنتبه للمكونات وهاي عم نشوفها فهون هون رح يصير فيه اخطاء او هون رح ممكن يصير عنا مشاكل صحية او تكسيسيتي من بعض الفيتامين اللي بتذوب بالدهون مثلا اوكي طيب نيجي لشمس النهار ومنورس بتسألك بتقولك طفلتي عمرها سنة ونص ما بتحب السمك بس التونة والسردين مسموح تتناولها لعمرها ولا في بدائل اوكي اهلا اذا ما بتحب السمك ما فيه اي مشكلة يعني احنا ما بنقدر نجبر الطفل انه يأكل اسماك هلا انا جربتها مع كتير اطفال مرات طريقة الطهي بتساعد انه الطفل يتقبل يعني ممكن بدل ما نقلي نشوي ممكن نعملها بحجم صغير زي المسلا هيك زي الفيش فينجرز مثلا الاطفال بتقبلوها هيك اصابع السمك الصغيرة ممكن يتقبلها الطفل نشويها بالفرن نقدمها بطريقة ممكن يتقبلها ما يتقبلها حبة التونة والسردين ما فيه اي مشكلة لو اكلها نعم فيهم نفس الفوائد هلا احنا دائما تونة والسردين الاشي الوحيد فيها انها معلبة دائما بعطي نصيحك الاتي ايش فيه معلبات تقدري تستغني عنها من اطعمة تانية وخلي المعلبات للاشياء الضرورية يعني تونة والسردين اغلب الوقت بيجي للمناس يأكلوا تونة فرش فهاي راح نضطرنا كلها معلب بس بقدر استغني عن البندورة معلبة واجيبها اللي بالكرتون او بالازاز بقدر استغني عن الدورة المعلبة واجيب الدورة المفرزة فاحنا منقدر نقلل من استخدام المعلبات باكلنا بالاشياء اللي تقدر تستبدليها وتخلي لمت معين للاشياء اللي انتي مضطرة تستخدميها ولما ناخد هاي المعلبات نتأكد انه مش مطعوجة وضعها تمام نصفي المي اللي فيها والزيت اللي فيها لانه اذا كان فيه نسبة املاح يعني بهاي الطريقة بتقدر تزبطي نظام اكلك من غير ما تستغني عن مثلا التونة والسردين اذا بتحبهم البرنوتة اوكي طيب السؤال هلأ من عبير الترك عبير بتقولك الفائدة من زيت السمك نفس الفائدة من زيت بذور الكتان اه هذا اللي حكيته باول الفقرة هم التنين فيهم اوميغا ثري والتنين موفدين في ناس عندهم حساسية من الاسماك في ناس ما بقدروا يأكلوا اسماك فهم نروح الاميغا ثري من مصادر نباتية زي بذور الكتان وبذور الليتشيا والمكسرات فيهم فائدة غزائية وكمان منيحين يعني كويسين للقلب ولتقليل الدهون بس زي ما قلت لكم لانه اغلب الدراسات عملت على الاميغا ثري اللي هي من مصادر الاسماك بس ما يعني ما بدور اذا اخذتها من مصادر نباتية اوكي ونيجي اوكي ام خالد بتقولك شو بديل السمك للناس اللي ما بتحب السمك وحبوب السمك اكم من حبه ناخد يوميا اللي ما بيحب السمك من نعرف هو سمك ايش هو عبارة عن بروتين وعبارة عن دهون مفيدة فاذا احنا ما منقدر في كتير ناس بيجوعنا عنهم حساسيات السمك اكيد منقدر نزبط النظام الغذائي ببدائل اخرى منقدر ناخد البدائل اللي هي من الدجاج واللحمة والبروتينات النباتية زي فصولية حمرة فصولية بيضة حمص حاب فصولية سودة هاي كلها بقوليات نباتية فيها مصادر البروتين اللي بتغني عن السمك والأوميغا ثري منروح على المصادر النباتية الموجودة الده الحبة ما منقدر نحكي هيك بشكل عشوائي لكل الناس بطلع لك حبة او حبتين بعتمد على الوضع الصحي ليش عم تاخدها اذا بتقدر تاخد الأوميغا ثري من الأكل لما ناخده من الأكل يعني مرات منضطر لانه ناخدها بجرعات معينة لنساعد بعلاج مع الطبيب لمسلا حالات ارتفاع الهنية وغيرها بس اذا منقدر احنا دايما برجع بعيد النقطة احنا كأخصائين تغذية اول هدف لإلنا شو منقدر نزبط بالنظام الغذائي بدل من انظرنا ناخد مكملات انا مش ضد المكملات بس لازم يكون الخيار الاول تعديل النظام الغذائي بس يعني اذا يعني ما بتقولي اوكي اخدوا واحدة مثلا اوميغا ثري باليوم بس ما هو قديل جرعة ألف مثلا ما نقدر نحكي هيك الا لا تعرف كيف الوضع هلا بك تاخدي جرعات لها الممكن ممكن ناخد مرتين لثلاثة بس هاي يعني كيف المكملات ناس بقولك انا عندي نقص فيتامين دي بدي اكمل حبتك فيتامين دي ااخد باليوم ما حسب قديل فحصه قديل جرعة الفيتامين دي هون بيصفي ما مقدر نعمم لان الناس ممكن تاخد المعلومة وتطبيقها وما تكون تناسب حياتها فهون بدك تستشير صيدلاني طبيب اخصائي التغذية حسب وضعك الصحي اوكي ونيجي سؤال لام علي بتقول هل بيساعد زيت السماك على تخفيف الوزن وهل سماك الفلي خيار جيد لغذاء صحي تمام السماك الفلي اكيد من اذا نستخدم كل مكان طازش كل مكان احسن اذا قدرنا نبعد عن الاسماك المجمدة بيكون افضل ما في اي مشكلة لان الفرش بيضله طعمه اسكى فائد فوائده غزائية كتير منيحة ما قدرنا من اذا ناخد المجمد وسألت اشي تاني اش كمان غير عن السماك سألت انه بياخفف الدهون اه اكيد هلا بيساعد مش بتخفيف الوزن بيساعد على تقليل الدهون الضارة الموجودة بالجسمنا خاصة اذا منعاني من ارتفاع كولسترول او تراغليسرايد او دهون الضارة بالجسم ممتاز شكرا اليك دكتورة ربا